اهلا بكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ولأنه عيد سعيد سنسعد على الرغم من مجيئه في هذه الظروف الصعبة ماذا تغير في هذا العيد وما هو المختلف فيه سنعرض لكم أراء طلبة الجامعة الإسلامية في هذا الموضوع أهلا بكم في حلقة جديدة ومجرد سؤال سنبدأ بعرض تعليقاتكم ونبدأ بتعليق لي عبدالله المصري علق قائلا إن شاء الله لن يكون تغير كبير ومؤثر وإن كان فهو للأجمل بإذن الله نحن في فلسطين الأرض المقدسة وفي أكناف بيت المقدس لا نكترث لما يحاول تعكير حياتنا والله خير حافظ تعليق آخر من أسماء مازن علقت قائلة مهما ضاقت علينا الأحوال نحن قادرون قادرون على إسعاد أنفسنا بأنفسنا بإذن الله سيأتي الأجمل حتى لو كان بعد عيد الفطر نعم سيكون العيد مختلفا لكننا سنسعد تعليق من رانا باسي الحمدان تقول ما في شي بغير النفوس مثل الفلوس راح نكون إن شاء الله بنوك مركزية متحرية سنأخذ تعليق آخر من عثمان الدراوي يقول حيزداد حجم الشوق للجامعة وحيكون عيد بدون بهجة لأنه انحرمنا من شوقة الجامعة سنأخذ تعليق أيضا من رواق قلجة تعلق قائلة لن يكون هناك تغير ملحوظ وإن كان فهو للأفضل بإذن الله يمنى محاسن تقول متعجبة التغيير بصراحة مهما تغير الحال يبقى لن يؤثر في أنفس البشر إذا لم يكن التغيير من الناس وتغيير الأنفس السيئة فلن يسمى تغييرا نهاد مسعود يعلق قائلا الحمد لله إذ يكفي إنها رجعة صلاتنا في مساجدنا وهذه حلاوة عيد الفطر تعليق من شخص بلقب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا راح يرفع عنا هذا البلاء وسنعود إلى الجامعة بعد العيد إن شاء الله والله عندي أمل كبير بذلك وخاصة أشتق للجامعة كثير ولصباح الجمع تعليق آخر من آية عواد تقول حترجع لمة الأحباب وننسى الأيام اللي مرينا فيها وحيكون منتهي الوباء بإذن الله تعليق من آمنة محمد تقول سيتغير الكثير من الأشياء الجميلة التي افتقدناها من إشتياق وراحة وغيرها الكثير أما تامر مازن فعلق قائلا لن يتغير شيء كل شخص قادر على صناعة الفرحة وخلق الأجوار اللطيفة والجميلة عموما هذا آخر عيد في مرحلة البكالوريوس على أمن اللقاء بكم في أعياد الماجستير والله الموفق تعليق من رشيدة حسام تعليق قائلة الذي سيتغير هو غياب والدي ربنا يرجعني بالسلامة والصحة والعافية ومحقق كل شيء بيتمنا تعليق أخير من سليم وائل أبو خاطر يقول سيزهر النور من بين عتبات الظلام وسيتبدل حال الكون إن شاء الله من حالة الحجر إلى حالة الأمان وسنتخرج من الجنة كانت هذه بعض آرائكم وتعليقاتكم انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج مجرد سؤال تقبلوا تحياتنا وعيد مبارك لكم لنتم بود وإلى اللقاء